حلن يا سيدنا بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته بركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور أبديا أمين خرستوس أنستي المسيح قام وبمجرد ما نذكر هذه المقولة وهذه الترنيمة نجد أن قلوبنا قد تهللت وقلوبنا قد فرحت نشكر الله ضابط الكل الذي أتى بنا إلى هذه الساعة نشكره لأنه إله رؤوف ورحوم وأعطانا وقت جديدا وأعطانا يوما جديدا لكي ما نفرح في رحاب بيته وفي رحاب كنيسته وكما قال داود وفي رحاب ديره أو دير العذراء العامر بالمحرق وكما قال داود النبي فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب أشكر سيدنا الأنبى بجول أسقف رئيس دير السيدة العذراء المحرق العامر على محبته وإنه أعطاني هذه الفرصة أن آتي وأخذ هذه البركة التي أطلب من العذر شفاعتها وأطلب صلواتكم أن الله يعطي كلاما عند افتتاح الفم ويعطي أزانا صغية لكي ما نكون سامعين وعاملين بالكلمة لا سامعين فقط بالنسبة للموضوع الفرح أيها الأحباء هو موضوع كبير ولازم نفرق ما بين فرح العالم وما بين الفرح المسيحي قد يكون فرح العالم فرح زائف وهو كذلك قد يكون مبني على الإمكانيات أو على الظروف أو على المكانة أو على أمور زمنية وقتية سرعان ما تنتهي ويزول الحدث وحينئذ يفقد الإنسان فرح الداخلي وبالنسبة لفرح العالم أيضا قد يكون له المظهر الخارجي ولكن لا يدخل إلى أعماق النفس ولا يجعل الإنسان فرحا أو الإنسان في حالة سعادة داخلية كما هو في سعادة خارجية هنقرأ في سفر التسنية لأصحاح 16 وربنا هدفه أن الإنسان يكون فرح فبيقول في أصحاح 16 الآية 15 سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك فلا تكون إلا فرحا والسبح لله دائما أبديا أمين ونجد أن الإنسان عندما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله فإلهنا هو إله الفرح فكان الإنسان داخل الفردوس أو داخل الجنة هو في حياة فرح لأنه كانت هناك علاقة جيدة وعلاقة مستمرة بين الله وبين الإنسان وعندما الإنسان سقط وخالف الوصية بدأ الخوف يدخل إلى الإنسان وبدأت الخطية تتسلل إلى الإنسان ففقد الإنسان صلته بالله وفقد المصدر الأساسي في حياته وإلا هو مصدر الفرح عشان كده إحنا نسأل كل واحد إيه مطلبك أو إيه اللي أنت تطلبه يقول لك نفسي أفرح طب ليه يقول لك الأمور اللي حوالي لا تدعو إلى الفرح ده للنظرة التشاؤمية لكن نجد المسيح مفرح القلوب وإله الفرح حتى في وسط ألامه في وسط ضيقته وفي وسط بستانج السماني يتكلم عن الفرح وقال لتلاميذه وحينما أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم فنجد مصدر الفرح أيها الأحباء هو المسيح نفسه والمسيحية هي ديانة الفرح الحقيقي وليس الفرح المبني على المكان أو الزمان أو الإمكانيات أو الظروف لكن كما قال معلمنا بولس الرسول كحزانة ونحن فارحين طيب إزاي يا ربي في نفس الوقت إحنا حزانة وفي نفس الوقت هنفرح ضرب لنا المسأل الرائع المسأل المعاش في كل بيت ولكل امرأة ولكل رجل عندما ينتظر مولود يقول لك المرأة تحزن حينما تأتي ساعتها ولكن عندما تلد تفرح لأنها ولدت إنسانا ونيجي في إنجيل معلمنا لوق البشير يتكلم المسيح عن الفرح كأنه هو عطية من الله فيقول في إنجيل يوحن لمريم ومرسى أخوات الميت عندما قالت له أحد الأخوات لو كنت هاهنا لما كان مات أخي فالمسيح رد عليها أن لها أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة فالفرح أيها الأحباء هو عطية من الله لكل البشر بل أن الفرح يكون أيضاً بحياة التوبة لكن الله هو مصر مصدر الفرح عندما قال لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت فنجد الفرح في حياة الإنسان عندما يرى الرب أو عندما يرى الله ونجد أن التلاميذ على مدار خمسين يوم بعد القيامة وهم في حياة فرح لماذا؟ لأن الكتاب يقول لك لأنهما قد رأوا الرب حتى كلمة الإنجيل هو الإنجيل هو بشارة مفرحة وقبيل الصعود السيد المسيح حمل الأباء الرسل كما حمل كل إنسان مسيحي أنه هو يكون مصدر للفرح وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وعلموهم بكل ما أوصيتكم به وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس فالفرح أيها الأحباء هو عطية من الله كما إنه ثمرة من سمار الروح القدس نلاقي أن قدس بولس الرسول في غلطي خمسة اثنين وعشرين يقول لك أما صمر الروح فهو محبة وفرح وسلام لأن الإنسان المحب والإنسان الذي لديه سلام هو إنسان فرح أيضا للأسف إن إحنا دايماً دلوقتي بنبحث عن الفرح في الخارج ولكن الفرح داخلنا وأحنا مش واخدين بالنا وقد نبحث عن الفرح في الإمكانيات أو في الظروف أو في المكانة أو في التسلية أو في اللهو أو في الخطيئة ولكن كمن يشرب الماء المالح ولن يرتوي لأن الخطيئة لا تروي الإنسان تستطيع أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت أن تفرح من خلال كلمة الله التي هي مصدر كل تعزية وكل رجاء وكل فرح في سفرنا حمية الأصحاح الثامن وبعد عودة الشعب من السبي وعندما ابتدأنا حمية يابن الصور أصوار أورو شريم التي تهدمت اجتمعنا حمية مع الشعب وكان الشعب له فترة في فترة السبي وهو لم يقرأ الشريعة ولم يحفظ الوصية إنما يعني توهان السبي وتوهان العبودية أخدت الشعب بعيداً عن الوصية وقد يكون حلنا في هذا الأيام هذا ليس إدانا أنا أولكم لكن دواقع بتاعنا إن نحن بعدنا عن الطريق ولكن الإسم إننا نتبع المسيح وإننا مسيحيين ولكن اللي هيفصل في الآخر يا ترى إحنا جاهلات ولا حاكمات زي ما قال في متة خمسة وعشرين ليس كفاية أنك تكون إسماً مسيحياً لكن لابد لك أن تعمل عمل المسيح معلمنا بطرس الرسول قال إن المسيح ترك لنا مثالاً لنتبع خطواته فعشان نحمية يبتدي ينهض الشعب وعشان نحمية اللي بنسميه صاحب أكبر ثورة روحية في العهد الأديم وبناء الإنسان داخلياً روحياً وبناء أسوار أوروش شريم المتهدمة يقول إيه في سفر نحمية ثمانية فذهب الشعب كله وعملوا فرحاً عظيماً لأنهم فهموا الكلام الذي علمهم إياه نحمية ثمانية إتناشر يالي أنت بتدور على مصدر الفرح مصدر الفرح قدامك والمسيح في كل وقت وكل يوم يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وسق لي الأحمال وأنا أرحكم لكن إحنا للأسف بنسيب اللي ريحنا وندور عالي يتعبنا بنسيب عالي بيعطينا العطية مجاناً ونروح القدس يسكن فينا ونروح ندفع تمن غالي وراء الخطية وربنا يشاور علينا يقول دول أولادي نقول يا رب إحنا أولادك ده إحنا بنصوم ده إحنا بنصلي ده إحنا بنعترف ده إحنا بنتناول يقول لم تصنعوا إرادتي بل إرادتكم عشان كده إن كنت أيها الأخ تريد عن أو تبحث عن مصر الفرح ردد دائماً مع أرمياء النبي الذي قال وجد كلامك فأكلته فكان كلامك للفرح والمصر نلاقي داود النبي عشان فاهم مصدر الفرح إن الله هو مصدر الفرح الحقيقي برغم إن كان ملك وعنده قواد وعنده جيوش وعنده مملكة وعنده 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 لكن لم ينسيه أبداً أن الله هو مصدر الفرح عشان كده اللقيه في المزمور الكبير يقول له إيه أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة يا ترى إحنا بنبتهج ونفرح لما نقرأ كلمة ربنا لما تفتح الكتاب المقدس وكل يوم يبقى لك أعدا مع مصدر الفرح ومصدر السلام ومصدر الحب هتلاقي دايماً أعددك مع الكتاب هتنضح عليك هتلاقي كلامك كلام الكتاب هتلاقي سلوكك سلوء الكتاب هتلاقي الوصية هتلاقي الوصية تنور قدامك أيضاً كنوع من كما قال داود النبي سراجاً لكلامي سراجاً لرجل كلامك ونوراً لسبيلي تاني حاجة أيها الأحباء تخليك أنك أنت تفرح تذكر دائماً وعود الله ليك تذكر ربنا قد إيه هو من أجل فرحك يقول لك من أجل المصرة الموضوع أمامه أمام مين أمام الله عمل إيه أخلى ذاته أخذ شكل العب سائراً بين الناس متشبهاً أو شبيهاً لنا في كل شيء مع عدل خطية وحدها ليه يا رب بتقول كده يقول عشان أنا بحبكم عشان أنتو مصدر مصرتي كما قال في يشوع ابن سراخ أني مصرتي في ابن الإنسان أو في ابن آدم يا رب للدرجات أننا مش عارفين الفرح فين وبندور على الفرح خارجاً قال القديس أغسطينس قولته المشهورة لله عندما كان يبحث عن سر السعادة قال له كنت أبحث عنك في الخارج ولكن لفرض شقاوتي كنت داخلي ولأنا لم أعلم عشان كده يقول داود النبي لربنا بروح البنوة والدلالة والعشم بروح التواصل يقول له أذكر لعبدك قولك الذي جعلتني أنتظره لأن هذا قد عزاني في مزلتي ولأن هذا قد أحياني في سقطتي ولأن قولك يا ربي أعطاني الرجاء وأعطاني أن هناك أمل برغم أني قد أنظر أنا لنفسي نظرة غير اللي أنت بتشوفها تالت مصدر أيها الأحباء للفرح هو مصدر بيت ربنا أو الكنيسة وزي ما قال داود النبي فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب وما أحلى وما أجمل وما أحسن أن يجتمع الإخوة معا تلاقي الإنسان اللي جاي أو الإنسان الروحي عندما يأتي إلى بيت الله إلى أماكن القدسين وفي أعياد القدسين تبتهج روحه وتفرح ليه؟ لأن الكنيسة هي مصدر الفرح الكنيسة هي مصدر الشبع الكنيسة هي مصدر الأمان والإطمئنان الكنيسة أيضا هي التي ترفع أعيننا إلى الأبدية وتجعلنا نعيش على الأرض كأننا في السماء كما نقول إذا ما وقفنا في هيكالك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله المصدر الرابع أيها الأحباء مصدر الفرح هو حياة التوبة إيه حياة التوبة؟ إن كانت الخطيئة هي حالة خصومة بين الله والإنسان فالتوبة هي حياة الرجوع إن كانت الخطيئة هي العداوة بين الله وبين الإنسان فالتوبة هي المصالحة وزي ما قال القديس غرغوريوس في القداس الأغرغوري وصالحت الأرضيين مع السمائيين ده بالنسبة لعمل الله في خلاص البشر ولكن عمل البشر مع بعضهم قال القديس بوليس الرسول محتملين بعضكم بعضا في المحبة ومسامحين بعضكم بعضا التوبة لا تفرح الإنسان وحده بل نجد في قصة الإبن الضال والثلاث أمثال الرائعين اللي ضربهم لنا ربنا يسوع المسيح له المجن في لوقة خمستاشر مثل الخروف الضال ومثل الإبن الضال ومثل الدرهم المفقود والخلاصة في هذه الأمثال التلاتة لما قال السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى التوبة فعندما نتوب عن خطيانا وعندما نقدم توبة صادقة نفرح قلب السماء كما نفرح قلب الله مصدر تاني أيها الأحباء من مصادر حياة الفرح في حياة الإنسان الروحي أو الإنسان المسيحي هو الإفخارستية أعظم عطية ربنا إداها للإنسان هو الإفخارستية أو التناول تفرح عندما تكون سابت في المسيح وتكون أنت غصن وهو الكرم الحقيقية تفرح عندما تحيا مع المسيح والمسيح يحيا داخلك وترتل مع داود النبي أو مع بولس الرسول لما قال أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا ولما ربنا يسوع المسيح بيتكلم عن الإفخارستية في يوحنى 6 قال اللي بيكلني يحيا فيا وأنا في وفي نفس الوقت يثبت فيا وأنا في ولما يقول يثبت ضرب لنا مثل الكرمة والأغصان فالكرمة الوضع الطبيعي بتاعتها طالما هي كرمة سليمة ومغروسة في أرض جيدة وفي نفس الوقت مغروسة في المسيح الكرمة الحقيقية لابد لنا أن نعطي بصمر وهو الذي قال أرسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم صمركم مصدر أيضا من مصادر الفرح أيها الإخوة أنك دائما تتذكر دائما تتذكر أن فرحك هنا على الأرض وبرغم ما تعانيه من ألام وضيقات وتجارب وحمل الصليب إنما كل هذا يؤهلك إلى حياة السماء نحن على مدار خمسين يوم ونحتفل بقيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات والكنيسة تهتف وتقول إخريستوس أنيستي أليسوس أنيستي المسيح قام بالحقيقة قام لو لم يكن هناك أسبوع ألام وهناك جلجسة وهناك جبستان جسماني ولو لم يكن هناك صليب ولم يكن هناك إكليل شوق ومسامير اتصمرت في يديه ورقليه وجنبه الطعم بالحربة لم نكن نستطيع أن نفرح وأن نتهلل وزي ما أقول في مضمور العيد أن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح والنبتهج فيه فالفرح الروحي مبني على شخص المسيح له المجد نفسه الذي قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا أيضا الفرح الروحي أيها الأحباء مبني على الروح القدس اللي جوايا اللي قال عنها معلمنا بورس الرسول أنتم هيكل الله وروح الله الساكن فيكم وطالما الروح القدس جوايا هتلاقي من ضمن الثمر اللي عددهم الروح الفرح والمحبة والسلام وطول الأناع المسيح يدعو الجميع للفرح بس الفرح بتاعه لازم تدفع جزء يعني إيه؟ اللي يجب الساهل يروح بالساهل لكن الحاجة اللي أنت تتعب فيها لا ده بعرق جميدي أو بتعبي عشان كده نلاقي في إنجيل الخدمة التانية في صلاة نصف الليل يقول أن مصرة الآب وفرح الآب يديك طب إيه اللي أنت عاوز يا رب يقول لك عاوز عشان تفرح لازم تبقى في حالة استعداد يعني إيه استعداد يعني نرجع لمتة 25 ونشوف إيه؟ يقول لك أما المستعدات فدخلوا معه العرص اللي هم مين؟ حاكمات اللي هم عاشوا بحكمة وعاشوا بتدقيق وعاشوا بحسب إنجيل السلام أو بحسب قصد الله أو بحسب الرسالة الموكولة إليهم من الله قال لهم أنتم شهود شهدوا لربنا في حياتهم وشهدوا لربنا في أقوالهم عشان كده من ضمن الحاجات اللي قالها في لوقة سبعة أن بيعوا أمتعاتكم تخليش حاجة تعطل فرحك ما تخليش حاجة زمنية تفقدك بهجة الملكوت ما تخليش حاجة وقتية تنسيك الحياة الأبدية اللي منتظراك لأن حياتنا هنا مهما طالت ومهما قصرت يعقوب الرسول بيقوله حياتكم ما هي إلا بخار ماء يظهر قليلا ثم يضمحل يا ترى أنت مستعد أنك تسيب حاجة زمنية من أجل حاجة أبدية يا ترى أنت مستعد أنك تسيب كرامة وقتية كرامة العالم كرامة الأشياء وتشتري المجد الأبدي الذي لا ينطق به ومجيد ولا إحنا عاوزين إيه بالزبط قال لك بيعوا أمتعاتكم تاني ما حاجة من ضمن الحاجات أنك أنت تتمتع بالفرح الحقيقي أنك تحمل صليبك وتتبعه كل يوم يعني إيه أحمل صليبي يعني زي ما هو تألم مجربا سق تمام في ألامك وفي ضيقتك سوف يعين المجربين ربنا ما وعدناش أيها الأحباء أن يشيل الألم عندنا لأن الألم ده عبارة عن عطية وهبة واختبار وامتحان وتسكية وصبر لكن وعدنا أن يكون معنا في وسط الألم كما قال قديما في الكتاب المقدس في ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم ربنا وعدنا ما يسبناش وآخر آية قالها لتلاميذ وعده صادق وأمين في متة 28 لما قال لهم ها أنا ها معكم كل الأيام كل من فضلك كلمة كل دي تشمل الحياة كلها ما تشملش جزء لكن تشمل حياتك اللي هو ربنا إدهالك وزنه لكيما تأتي بثمر ولكيما تكون إنسان أمين فيما تمنت إليه لكيما تسمع ذلك الصوت المملوء فرحاً لأنك كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك إلهنا الصالح يباركنا بكل بركة روحية يدينا أن نكون سامعين عاملين أن نتمتع بالفرح الحقيقي أن نتمتع بثمرة الفرح وعمل الروح القدس داخلنا لكيما يرى الآخرين ويرى الناس ويرى العالم كله أعمالنا فيعطي المجد لله كما قال ليروا أعمالكم الصالحة فيمجد أبوكم الذي في السموات ربني يبارك حياتكم يطينا حياة الفرح ويدبر أمركم ويفرح قلوبكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين